الأهلي أنا بشوف من وجهة نظر الشخصية بيمشي على سطر ويسيب سطر ودي ما كانتش عادة النادي الأهلي أشوف أن الأهلي من وجهة نظر الشخصية أن أنا قلت حاجة قبل كده والناس كلموني ولموني فيها أن موسماني كان سبب رئيسي سبب رئيسي في مستوى النادي الأهلي لأن المستوى التدريبي بتاع موسماني أن أنا لعمل تأسيمة بطول الملعب كل يوم ده مش مطلوب في كورت القدم لأن دي تلاغت من زمان فكان عنده مشكلة في الحتة دي أنا كنت عارف وكنت متابع دايما فدي فكورت القدم في العلم التدريب ما بيتش موجودة خلاص يعني شاف أن المستوى يعني قل بسبب موسماني والإصابات والإصابة طبعا لأن دي على المدى البعيد لأنك أنت ما بتتمرنش التمارين اللي توديك اللي أنت عايزه في المباراة فبالتالي أنت تأسيمات كبيرة كتير 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 بطول الملعب فهيجي لك وقت هيبقى فيها إجهاد وفيها أرهاك وهتلاقى فيها إصابات وده اللي واضح في النادي الأهلي النادي الأهلي هكابت المرحة يعني أنا من وجهة نظر الشخصية يعني عنده عناصر كتير ممكن ما تكونش موجودة عند النادي الزمالك عنده عناصر كتير لعبة كتير موجودة يعني النادي أهلي ما يغيب علمه حد ما تفرقش كتير ولكن أنا أشوف أن في الثلاث مباراة دول اللي هيلعبوا من الزمالك وأشوف أن النادي الأهلي في المباراة بتاعة الكاس هيكون لها دور كبير في اللي جاي مباراة الكاس بعد بعد بوك هيكون لها دور كبير في اللي جاي معنويا يعني؟ معنويا ونفسيا وكل حاجة ولكن أشوف هنا برامدز أنا بشوف أنه بيتسحب ومحدش أخذ باله منه وممكن يعمل المفاجأة والله برامدز عنده كل المكاومات كل المكاومات أنه ياخد بطولها وأنا أشوف بس بيتعثر أمام فرق يعني عادية لسه أقول لك لو برامدز كسب المباراة الصغرية بشيء المباراة الكبيرة هو المباراة الكبيرة بيبقى مركز ويبقى اللعبة كلها برامدز لو كسب المباراة الأقل الأقل فنيا ومن المباراة التقيلة أعتقد ده هيبقى الأمور بالنسبة له سهلة